المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني الأردني أقام الملتقى الرابع بهدف التوعية بأهمية الاعتماد الذي يمنح مراتب هندسية للمهندسين وذلك تحت رعاية مندوب رئيس الوزراء وزير الأشغال فلاح العموش المشاركون بالملتقى أكدوا أهمية الاعتماد في انتقال العمالة الهندسية بين الدول العربية مطالبين بتحسين مخرجات التعليم لتتوائم مع متطلبات سوق العمل الذي يشهد تنافسية عالية اليوم نتكلم عن اعتماد وتأهيل المهندس الأردن الأردني لتأهيله وتميزه استعدادا لتصديره ومنافسه في الدول العربية والدول العالمية والشركات العالمية هذا جزء كبير جدا من استراتيجية الحكومة أن نصدر الخدمات الهندسية والمهندس الأردني والمقاول الأردني وأن يكون متميزا في مجال عمله حتى يبقى مطلوبا بكل هذه الأسواق عدد المهندس الأردنيين يعني ألف ونيف قليلا من أصل 160 ألف العدد قليل للغاية نحن ندعو الزملائنا في الهيئة العامة إلى التقدم بطلب الحصول على هذه المراتب المهنية هي مهمة جدا ومعنيين نحن اليوم بتسويق المهندس الأردني والروح بالمهندس الأردني نحو العالمية الاعتماد يهدف لتطوير قدرات المهندسين العرب والرقي بمهنة الهندسة وهو ما ضمنته المواد القانونية لنظام التأهيل والاعتماد للمهندسين العرب الذي يحدد معايير مزاولة المهنة وفقا للكفاءة والتمييز الهندسي نظام التأهيل بمنح مراتب مهندسية للمهندس بناء على القدرات الفنية والعلمية اللي بيكتسبها خلال حياته برضو معه برامج تأهيلية حتى يطور نفسه حتى يحصل هذا المرتبة الهندسية بالذلك فهو بحصل على فرصة عمل أفضل وبيقدر ينافس أفضل في سوق العمل سواء كان داخلي أو خارجي كما أنه بسهل انتقال العمال الهندسية بين الدول العربية المراتب المهنية أنا بشجع عليها كل مهندس يحصل عليها أو يبدأ يعمل حاله سجل مهني أول شي بيوثق خبراته بسجل مهني واضح اثنين بزيد القدرة التنافسية في سوق العمل ثلاثة أنه دائما بيظل في محافظة على التطوير المستمر المشاركون بالملتقى أوضحوا أن الاعتماد شامل لمجالات مزاولة المهنة داعين المهندسين العرب إلى الحصول على الاعتماد لتعزيز قدراتهم بما ينسجم مع الكفاءات العالمية